السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أم ما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم ومواقف من حيات أصحاب سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الصحابة رضوان الله عليهم صحابة لرسولنا صلى الله عليه وسلم لهم منزلة عظيمة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم وخير قلوب العباد فاختاره واصطفاه لرسالته ثم نظر في قلوب الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم اختارهم وزراء لنبيه صلى الله عليه وسلم اليوم إن شاء الله عز وجل سنعيش مع واحد من هؤلاء الصحابة سنعيش مع سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وقبل الحديث عن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان ينبغي أن نقف وقفه وهي أننا كأهل السنة نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذا الذي لا يحب سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وهو الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي هذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي بصق صلى الله عليه وسلم في عينه التي أصابها الرمد فأبصر بها واشفاه الله عز وجل وقال يوم خيبر لأعطينا الراية لرجل أو غدا لرجل يحبه الله ورسول ويحب الله ورسوله قد تكلمنا عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حلقة مستقلة كاملة فليرجع إليها من يريد أن يتعلم فضائل سيدنا علي رضي الله عنه وكذلك نحب آل البيت جميعا وعلى رأسهم سيدنا أو سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة وقال عنهما صلى الله عليه وسلم من أحبني فليحب هذين أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين ومدح سيدنا الحسن وقال من أحبني فليحب هذا وقال عنه إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين وقبل سيدنا علي وقبل الحسن وقبل الحسين نحب السيدة فاطمة رضي الله عنها وقد تكلمنا عن كل واحد من هؤلاء العظماء الأكابر الأكارم في كل واحد في حلقة مستقلة فليرجع إليها من أراد أن يزداد محبة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي سيدنا الإمام الشافعي أنه ذكر هذين البيتين يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له نحن في كل صلاة نقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هكذا أيها الإخوة كان لابد من هذه المقدمة قبل أن نتكلم عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضه أيها الإخوة من هو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه هو واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أبي سفيان وأبو سفيان من الصحابة لأنه أسلم عام فتح مكة وهو أمه صحابية وهي السيدة هند بنت عتبة وهذه العائلة كانت قبل الإسلام شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله عز وجل هداهم كما هدا غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما تحول خالد بن الوليد من عدو للإسلام إلى سيف الله المسلول وكما تحول عمر بن العاص إلى الإسلام وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كانوا من سادة قريش وكانت هند بنت عتبة ومعاوية رضي الله عنه صغير قالوا تعثر فقال لها أحدهم يعني لما سبته قال لها أحدهم يعني لا تفعل ذلك فإنه سيكون سيد قومه قالت لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه وكأنها كانت عندها يعني علوهم أن يكون سيدا لأكثر من قومه ولما بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وذكر من ضمن البيعة ألا يشركن بالله شيء ولا يسرقن ولا يزنين قالت متعجبة أوتزن الحرة يا رسول الله يعني كيف يعني يحدث ذلك هذا دليل على العفة ثم يمر الزمن كما قلنا ويحسن إسلام هؤلاء حتى يصير سيدنا معاوية رضي الله عنه من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ويروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني يقول العلماء هذا دليل على أنه عدل لأن راو الحديث وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء من رواة الحديث هؤلاء عدول ثم هو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما فهو صهر الرسول صلى الله عليه وسلم يلحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى بعد أن دعا لسيدنا معاوية ضمن من دعا لهم من الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لعدد من أصحابه بدعوات مختلفة ودعا لسيدنا معاوية دعوة فقال اللهم علمه الحسابة والكتابة وقه العذاب وفي بعض الروايات قال اللهم اجعله هاديا مهديا اللهم اجعله هاديا مهديا ثم ورد في بعض الروايات أنه الرسول عليه الصلاة والسلام استدعاه ليكتب له فذهب ابن عباس رضي الله عنهما ليستدعيه قال فوجده يعني يأكل فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يأكل بعض أهل العلم يقولون لعل ابن عباس لم يطلب من معاوية رضي الله عنه القدوم بل طلب من حاجبه أو من خدمه فأخبروه أنه يأكل وإلا لو أخبروه لأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكرر الأمر مرتين أو ثلاثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله له بطنة وهنا يقف العلماء ويقولون هذه الدعوة ينبغي أن تحمل على أحسن محاملها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني عاهد ربه واشترط على ربه أنه ما من مسلم يدعو عليه إلا يكون هذا الدعاء يعني رحمة له وكفارة لسيئات أو كما قال صلى الله عليه وسلم لأن في بعض العبارات عند العرب يقولونها لا يقصدون بها الدعاء وإن كان ظاهرها الدعاء كما يقول لفلان فاضفر بذات الدين تربت يدك تربت يدك أصل الكلمة دعاء عليه بالفقر لكن هو لا يقصد هذا صلى الله عليه وسلم ولما يقول لفلان ثكلتك أمك ثكلتك أمك يعني لو أخذنا بظاهرها يعني أنت تموت وتصير أمك ثكلة ولكن لا يقصد هذا بالفعل الدعاء وإنما مما جرت يعني أو يجري على ألسنة الناس سيدنا معاوية ظل مسلما ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحق بالرفيق الأعلى ثم جاءت خلافة سيدنا أبي بكر ثم جاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي عهد سيدنا عمر يعني أمره سيدنا عمر على الشام يعني جعل معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام الإمام الذهبي يقول وحسبك بمن يوليه عمر رضي الله عنه سيدنا عمر كان يختار الأولاء اختيارا دقيقا ولما استشهد سيدنا عمر رضي الله عنه أقره عثمان رضي الله عنه على الشام أميرا هناك وظل أميرا على الشام حتى استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه وهو أمير على الشام استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يغزو البحر يعني أن يركب هو والمسلمون البحر ليغزو البلاد التي في البحر ويدعونها إلى الإسلام كقبرص وغيرها فلم يأذن له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى كان عهد سيدنا عثمان وأذين له سيدنا عثمان أن يركب البحر والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لما رأى رؤية وقال يعني إني رأيت جماعة من أمتي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة فهذه رؤية حق رآها النبي صلى الله عليه وسلم العلماء قالوا وهذه بشارة لهم بالجنة فقالت أم حرام رضي الله عنها أدعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله قال لها أنت منهم أو دعا لها صلى الله عليه وسلم وحدث ذلك بالفعل لما كان معاوية رضي الله عنه أميرا على الشام وعثمان رضي الله عنه خليفة على المسلمين وأميرا للمؤمنين ظل الأمر على ذلك حتى استشهد سيدنا عثمان رضي الله عنه وتمالأ عليه أناس كثيرون من كثير من الأمصار وقتلوه رضي الله عنه ورفض سيدنا عثمان أن يتصدى لهم أحد من الصحابة في المدينة حتى لا تكثر الدماء ولا يكثر القتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا شرحناه في حلقة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه حتى تولى سيدنا علي رضي الله عنه الخلافة وصار أميرا للمؤمنين وهنا قام معاوية رضي الله عنه يطالب بالقصاص من قتلة عثمان بصفته ابن عم سيدنا عثمان رضي الله عنه وطلب ذلك من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وهنا يزعم الناس أن معاوية كان ينازع علي رضي الله عنه في الخلافة أو ينازعه على الخلافة والحق كما قال العلماء إنه كان يطالب بدم عثمان رضي الله عنه ويروى في ذلك أن أبا مسلم الخولاني دخل عليه هو وجماعة وقالوا له أنت تنازع عليا يعني أأنت مثله أو أأنت مثله فقال لهم أبدا والله إني لا أعلم أنه خير مني وأحق بهذا الأمر مني ولكن أنتم تعلمون أن عثمان قد قتل وأنا ابن عمه وأنا ولي دمه فليسلم لي قتلة عثمان وأنا أبايعه أو كما قال فإذا بهم يرجعون إلى سيدنا علي فسيدنا علي لا يفعل قالوا أيضا وهذا كان اجتهادا من معاوية واجتهاد من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكان سيدنا علي يرى أن الوقت لم يحن لفعل هذا وأن الأمر لم يستتب بعد أو كما يرى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وقامت الحروب بين سيدنا علي من جانب وسيدنا معاوية من جانب آخر والتقى هؤلاء في معركة صفين وحدث قتل كثير في المسلمين بسبب هذه الفتنة والحقيقة أن الإمام النووي رحمه الله تعالى وقف عند هذا الحدث وقال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار هذا يعني لو أن إنسان يقصد قتل المسلم قال ولا يدخل في هذا ما حدث بين الصحابة فإنهم كانوا متأولين ولم يكونوا متعمدين القتل ولكن كل واحد منهم اجتهد منهم من اجتهد فأصاب ومنهم من اجتهد فأخطأ وكان كل فريق منهم يرى أنه على الحق قال العلماء والصواب أن الحق إنما كان مع علي رضي الله عنه مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وأن معاوية رضي الله عنه أخطأ في ذلك ولكن العلماء يقولون إن هذا الخطأ يعني وإن كان خطأا كبيرا إلا أنه لا يخرج الإنسان من الملة غلات الشيعة يكفرون هؤلاء الصحابة الذين وقفوا أمام سيدنا علي رضي الله عنه ولو متأولين يعني كالسيدة عائشة والتي خرجت للصلح في موقعة الجمل وطلحة والزبير وهم مبشران بالجنة في حديث النبى عليه الصلاة والسلام ومعاوية رضي الله عنه ومن معه وعمر بن العاص ومن معه فتراهم يكفرون هؤلاء جميعا العلماء السنة يقولون حتى وإن اجتهد هؤلاء فأخطأوا وحدثت الفتنة إلا أن ذلك لم يخرجهم عن الإسلام والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وإن طائفتان من المؤمنين سماهم من المؤمنين ووصفهم بأنهم من المؤمنين مع أن يحدث بينهم قتال اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصته والفتنة كانت شديدة لدرجة أن سيدنا علي رضي الله عنه ومن معه يرون أنهم على الحق وسيدنا معاوية ومن معه يرون أنهم على الحق وكانت فتنة عمياء كما يقولون حتى أن بعض الصحابة لما لم يتبين له الأمر اعتزل ذلك ولم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا وكان سيدنا سعد ابن أبي وقص يقول اتوني بسيف له عينان ولسان يقول هذا مؤمن فاقتله وهذا كافر هذا مؤمن فلا تقتله وهذا كافر فاقتله طبعا ليس هناك بهذه الصفة هو يريد أن يقول لماذا أقاتل والفريقان مؤمنا فاعتزل كثير من الصحابة هذه الفتنة وظل الأمر كذلك حتى قتل عمار رضي الله عنه وكان في صفوف سيدنا علي رضي الله عنه عمار بن ياسر فتذكر المسلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية تقتلك الفئة الباغية فعلموا أن الحق ما علي رضي الله عنه وأن الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله عنه وأرضه وظل الأمر على ذلك حتى استشهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وتولى الخلافة مكانه سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه وكان مع سيدنا الحسن جيش كبير هو جيش سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أن سيدنا الحسن كان سيدا عظيما وكبير القدر وآثر السلام وحقن الدماء واصطلح مع معاوية وتنازل له عن الخلافة وسمي هذا العام بعام الجماعة كان ذلك في العام الأربعين أو الحادي والأربعين من الهجرة وسمي عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين وبارك الصحابة وبارك المسلمون هذا الصلح وصدقت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وعندما قال عن الحسن ابن علي وهو طفل صغير كان لا يزال يقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين إذن كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الطائفتين بأنهم من المسلمين لماذا؟ لأن كل واحد منهم كان متأولا وكان يرى نفسه على الحق وبالفعل اجتمعت كلمة المسلمين على سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكان الحسن رضي الله عنه يلقاه فيكرمه معاوية رضي الله عنه ويكرم الحسين رضي الله عنه كان إذا رأى الحسين يقول له مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجزل له العطاء وكان يكرم سيدنا الحسن رضي الله عنه وأرضاه ويجزل كذلك له العطاء وكان يقول لسيدنا الحسن إن لم يكن لك فضل على يزيد على ابنه يعني يزيد يزيد بن معاوية إلا أن أمك قرشية وأمه من قبيلة أخرى من قبيلة سماكل فيعني لك الفضل عليه بذلك فكيف وأمك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يجزل له العطاء والثناء ويجزل سيدنا عبد الله ابن الزبير كذلك العطاء وهكذا واجتمعت كلمة المسلمون على هذا إذن هل كان سيدنا معاوية مخطئا في حربه لعلي رضي الله عنه نعم كان مخطئا لكن هذا تأول وهذه حرب كان كل فريق يرى نفسه على الحق وكل من قتل فيها يعني نحسبهم من الشهداء عند الله عز وجل يوم القيام ثم لما امتدت خلافة سيدنا معاوية من عام أربعين من الهجرة إلى عام ستين من الهجرة ويعني أحس بدنو أجله استخلف ابنه يزيد على المسلمين والعلماء يقولون إن هذا هو الاجتهاد الثاني الذي أخطأ فيه معاوية رضي الله عنه أخطأ أولا بحربه لعلي رضي الله عنه وأخطأ ثانيا بتولية ابنه يزيد ابن معاوية وكان شابا يعني صغيرا ولكن بعض العلماء يقولون إنه فعل ذلك ليجمع كلمة المسلمين وهو يعني ما لبثت كلمة المسلمين أن تجتمع فخشي أن تفترق كلمة المسلمين وإذا به يلحق بالرفيق الأعلى أو يلقى الله سبحانه وتعالى سيدنا معاوية يلقى الله سبحانه وتعالى على عمله الذي به يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله عز وجل وفتح البلدان وعمر في بلاد المسلمين وفي نفس الوقت أخطأ هذين الخطأ العلماء علمون أنه ليس هناك عصمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم خيرة الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكن ليس أحد منهم معصوما من الخطأ كما أن قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا وابتدأنا هذه الحلقة لهم الأجر الكبير ولهم القدر العظيم عند الله عز وجل آل بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم لكن آل البيت كذلك ليسوا معصومين من الخطأ وإنما العصمة فقط لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة هذا ما يعني ملخص لحياة سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه ولنا معه بعض الوقفات العلماء يقولون أنه من مناقب سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه خال المؤمنين يعني إذا كانت أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين كما وضح سيدنا الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه وكان كذلك يعني سيدنا معاوية رضي الله عنه العلماء يقولون لما اجتمعت عليه كلمة المسلمين وتنازل له سيدنا الحسن رضي الله عنه تصديقا لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيكون سببا في الإصلاح بين المسلمين كان يكرم آل البيت وكان يكرم الصحابة واجتمعت عليه كلمة المسلمين وكان حسن الخلق مع المسلمين يرون أنه كان في يوم من الأيام يخطب الجمعة وإذا به يقول للناس المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطيناه ومن شئنا لم نعطيه فسكت الناس ثم قال نفس الكلام في الجمعة التي تليها فسكت الناس ثم قام في الجمعة التي تليها وقال نفس الكلام المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطيناه ومن شئنا منعناه فسكت الناس إلا رجل قام قائلا بل المال مالنا والفيء فيئنا ومن أخذه منا غلبناه بأسيافنا هو كما قال فإذا بسيدنا معاوية ينزل بعد خطبة الجمعة ويأخذ هذا الرجل ويدخل إلى غرفته ويظن الناس أن هذا الرجل سيهلك كيف قال ذلك وإذا به يأذن للناس بعد ذلك فيجدون هذا الرجل جالسا مع معاوية رضي الله عنه على سرير الملك فيتعجبون فيقول لهم سيدنا معاوية إن هذا أحياني أحياه الله عز وجل قالوا كيف ذلك قال إن أنا قلت كذا في الجمعة الأولى ثم كذا في الجمعة الثانية فلم يرد علي أحد ولما تكلم هذا في الجمعة الثالثة أحياني أحياه الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون أقوام يتكلمون ولا يرد عليهم يعني هيبة لهم وخوفا من بطشهم ويعني يتكلمون ولا يرد عليهم فخشيت أن أكون أنا منهم سيكون أقوام يتكلمون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القرد أو كما قال صلى الله عليه وسلم فخشيت أن أكون منهم فلما تكلم هذا الرجل أحياني أحياه الله وكان معاوية مما يتصف به رضي الله عنه أنه كان حليماً ومما يؤثر عنه لو أن بيني وبين الناس شعر ما قطعتها إذا أرخوها شدتها وإذا شدوها أرخيتها كما هو مشهور عنه رضي الله عنه وأرضاه والحقيقة أن الخلاف بين الصحابة وهذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة ينبغي أن يصون المسلم لسانه عنها نحن نقر بفضل سيدنا علي وآل البيت لكننا مع ذلك لا ننسى فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا عما كان بينهم من الفتنة والحروب نقول كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئله قيل له ما رأيك فيما حدث بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نحن لا نقع فريسة لهذه الفتنة فنقع في آل البيت أو في الصحابة سيدنا علي رضي الله عنه يقول يهلك في رجلان يعني محب يغلو في حبه فيدخل في النار ومبغض يغلو في ذلك فيدخل في النار أو كما قال رضي الله عنه وأرضه يعني لما تسمع هذا النص من سيدنا علي رضي الله عنه يعني بنصه يقول يحبني قوم حتى يدخلوا في النار وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي اللي هو الغلو يعني الخوارج الخوارج لما رضي سيدنا علي في معركة صفين بالتحكيم وبالصلح يعني بينه وبين معاوية رضي الله عنه خرجوا عليه وكفروا سيدنا علي لأنه قبل تحكيم كتاب الله بينه وبين معاوية وجيشه وكفروا سيدنا علي رضي الله عنه وأبغضوا سيدنا علي رضي الله عنه هؤلاء هم الخوارج فيكرهون علي رضي الله عنه كرها شديدا حتى يدخلوا بسبب ذلك النار وبسبب تكفيره رضي الله عنه معقول هل هناك عاقل في الدنيا يكفر سيدنا علي رضي الله عنه أرضا وفي المقابل في مقابل الناس اللي كارهوا سيدنا علي رضي الله عنه في مقابلهم قوم يحبونه حبا شديدا لدرجة أنهم يدخلوا بسبب ذلك النار طب ما احنا بنحب سيدنا علي رضي الله عنه ونشهد الله تعالى على ذلك لا حبهم إياه جعلهم يقعون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونهم ويلعنونهم بل حبهم إياه دفع بعضهم إلى قولهم إنه كان أولى بالرسالة من محمد صلى الله عليه وسلم وبعضهم غلاف ألاهه إلى آخر ذلك والمسلمون أهل السنة غير هؤلاء جميعا نحب سيدنا علي رضي الله عنه ونعرف له قدرة ولكن لا يعني نقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونعرف لهؤلاء قدرهم ولهؤلاء قدرهم أما ما كان بينهم من حروب وفتن وقتل وغير ذلك فنقول كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضا هذه فتنة طهر الله منها سيوفنا فلا يعني نخضب بها ألسنتنا يقول هذه الفتنة الله عز وجل عصمنا والحمد لله إنه لم نكن حاضرين لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء والآن نمسك ألسنتنا عن الخوض في ذلك ونقول الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون مع إيماننا بأن الحق كان مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وأن معاوية رضي الله عنه كان مخطئا لكنه كان متأولا وكان مجتهدا في ذلك إلا أنه أخطأ في اجتهاده كما يقول أهل العلم يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى والحمد لله أننا عشنا في عصر قد تبينت فيه الحقائق وذهبت فيه هذه الفتنة وأصبحنا نعرف لهؤلاء قدرهم ولهؤلاء قدرهم ونترضى عن المخطئ منهم ونستغفر له يعني الله عز وجل عندما تحدث في سورة الحشر وذكر المهاجرين وذكر الأنصار قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسول أولئك هم الصادقون وبعد تحدث عن الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوليك هم المفلحون ذكر فريقا ثالثا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا منهم بفضلك وبرحمتك لا نحمل غلا لا لهؤلاء ولا لهؤلاء ولكن نحمل استغفارا ونسأل الله أن يغفر لهم لنا ولهم جميعا سيدنا علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه لما دخل عليه جماعة ووقعوا في أبي بكر وعمر وأخذوا ساخوضون في عثمان فقال إني سائلكم هل أنتم من الفقراء المهاجرين قالوا لا طيب هل أنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار يعني قالوا لا قالوا أنا أشهد أنكم لستم من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان كأنه يريد أن يقول لهم إذا فاتكم شرف أن تكونوا من المهاجرين وفاتكم شرف أن تكونوا من الأنصار فلا أقل من أن لا يفوتكم أن تكونوا ممن يترضون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين قال الله عز وجل عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظموا درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد الله الحسن وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تتعجم من هؤلاء الذين يخوضون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم أمروا أن يستغفروا للصحابة فسبوا الصحابة هذا لا يليق أبدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يعني لا يقبل الله منه تعالى فرضا ولا نافلة ولما سأل أحد الناس أحد السلف وقال له ما رأيك في عثمان وما رأيك في علي قال إني لأربأ بنفسي أن يطالبني عثمان أو علي رضي الله عنهما يوم القيامة بمظلمة أن أخوض في شأن هذا أو في شأن هذا وأخطئ في هذا فيأتي يوم القيامة فيقف أمام الله عز وجل يطالبني بحقه أنا غني عن هذا وإنما الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه أختلف تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعرف للصحابة فضلهم ولا نخوض فيهم ولا نسبهم ولا نتجرأ عليهم ولا نكره أحدا وإنما نحبهم جميعا في الله عز وجل من أصاب منهم فله أجران ومن أخطأ منهم فله أجر ونستغفر لهم جميعا أن يغفر الله عز وجل لهم فليسوا معصومين من الخطأ ولم يدعي أحد عصمة لهم ونعرف في نفس الوقت فضل آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم وبه نختم كما به بدأنا فآل بيت نبينا تاج رؤوسنا رحم الله تعالى شهداءهم ورزقنا بركتهم وبركة حبهم في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله تعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق وإلى لقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته